ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري أحمد يعني ضعنا في تفاصيل هذا الخبر الذي وردنا للتو بإلغاء شرطة الاحتلال المسيرة المقررة كانت مسيرة العلام اليمين الإسرائيلي كان من المفترض أن يقوم يوم الخميس القادم بمسيرة العلام مسيرة العلام نتذكر بأنها كانت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وتم إلغاؤها بعد أن حددت المقاومة بأنها سوف تضرب القدس بالصواريخ وتم إلغاء هذه المسيرة اليمين الإسرائيلي قبل عدة أسابيع قبل حوالي أسبوع ونصف حقيقة أعلن بأنه سوف يكون هناك مسيرة جديدة بدل تلك التي ألغيت وكان هناك جدل كبير بين الأطر الأمنية الإسرائيلية حول إذا ما كانتها في المسيرة سوف تؤدي إلى ترد الأوضاع الأمنية قبل يومين وزير الجيش الإسرائيلي أوصى بإلغائها ليلة أمس عدد من المقربين من المخابرات الإسرائيلية أوصوا بإلغائها وقالوا بأن ذلك سوف أدي إلى العودة إلى مسلسل كبير من الأزمة السياسية والأمنية سواء مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أو سواء في شوارع مدينة القدس أو في مناطق الضفة الغربية أو لدها من ذلك أن تصل الأمور إلى الداخل الفلسطيني كما رأينا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان قبل قليل مفوض الشرطة قائد الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس اجتمع مع منظمي مسيرة الأعلام وابلغهم رسميا لن يكون هناك اقتحام أو دخول أو وصول لهذه المسيرة إلى البلدة القديمة هذا هو القرار النهائي للشرطة الإسرائيلية إن أردتم أن يكون هناك مسيرة افعلوها بعيدا عن المناطق العربية تحديدا بعيدا عن باب العمود الذي يمثل هذه الرمزية السياسية نعم أحمد كان هناك دعوات لرئيس حزب يمينة الإسرائيلي كان هناك دعوات من قبل رئيس حزب يمينة الإسرائيلي للكنيسة الإسرائيلي بالتصويت على منح الثقة للحكومة تفاصيل عن هذه الدعوات أريد بس في إجازب ما لا في حدف مدى ذلك بنكفير وهو أحد أعضاء الكنيسة من اللي كود الإسرائيلي وضع من اليمين الإسرائيلي قال مفوض الشرطة لا يستطيع حماية السكان الإسرائيليين مفوض الشرطة ترك يحيى الصنوار وهو رئيس حماس أفريقة عغزة بأن يتحكم بمصير الإسرائيلي ورئيس الشرطة أيضا قد طوى العلم الإسرائيلي وهذه تصليحات قاسية جدا من اليمين الإسرائيلي ضد الشرطة الإسرائيلية اسمورتش على سبيل المثال وهو أيضا من حزب الصهيونية الدينية الذي قال بأننا فقدنا السيادة في مدينة القدس ولا يجب القبول بالأمر الواقع هذا من حقنا أن نمارس الوصول إلى داخل البلدة القديمة ردا على سؤالك يوم الأربعة من المفترض أن يكون هناك جلسة لإعطاء الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة الإتلاف الحكومي الجديد بين نمين نتنياهو وأيضا عناصر من اليمين الإسرائيلي الموالي لنتنياهو يحاولون الضغط بشكل كبير بشكل شخصي بشكل عاطفي على عدد من أعضاء الكنيسة المحسوبين على حزبين أما الجديد وهو حزب منشق من الليكوت وحزب يمينة الذي هو حزب يميني وذلك للوصول إلى منشق واحد إذا كان هناك عضو كنيسة واحد انشق عن ها بين الحزبين وصوت ضد الإتلاف الحكومي لن يكون هناك حكومة إسرائيلية جديدة في إسرائيل وبالتالي الذهاب إلى انتخابات الخامسة هذا ما يسعى له باليمينة كيف يمارس ذلك يرسل الحخمات يرسل أمهات الجنود القتلة يرسل رئيس بلدية السدروت يرسل عدد من المقربين من عائلة أولئك من أعضاء الكنيسة وذلك للضغط عليهم ممارس الضغط نفسي وذلك لعدم إعطاء الثقة للحكومة الإتلافية الجديدة في المقابل زعيم حزب يمينة بإجاز قال نفتالي بنت قال هذه ليست ملكية إسرائيل دولة دموقراطية ولا ضير من أن يكون هناك تبديل للأدوار وتغيير للحكومات الإسرائيلية ولكن في العسكر الموالي يعتبرونها ما زالوا لغاية الآن بأن هذه حكومة يسار سوف تدمر الأمر الإسرائيلي أحمد البوديري مراسلنا مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة أشكرك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر